من استراتيجية ورؤية حطها في خمط الرئيس إلى التنفيذ الحكومة وزارة الإسكان هيئة المجتمعات وأنا دايما يعني لما حد يجي يقول لي ما هو في النهاية يعني البحر من عند ربنا والسما من عند ربنا أقول له آه الجو من عند ربنا صح بس أنت عايز تقول لي أن المهندسين المصريين في الوزارة وفي الهيئة وفي الشركات اللي شغالة إيديهم وأعوى عقولهم ده كانت شغالة الله ينور التخطيط اللي أنا شايفه ده ده جهد إنساني آه ربنا سبحانه وتعالى اللي إدى حضراتكم الموهبة والقدرة يعني بس ده جهد إنساني ده إبداع المنظر لما بشوفه وهو متصور من الدرون بابقى قاعد والله قاعد مبهور فرحان فخور طبعا إحنا على قد ما كان المكان مميز كان لازم يبقى التخطيط راقي نستفيد من عظمة المكان ده راقي وزكي وزكي طبعا حراك شايف إحنا هنا خدنا حتى مية البحر وعملنا بيها لاجون أو بحيرات وقنوات مائية وحاجات لا أنا خدت بالي بقى من حاجة انه الأبراج دي في بعضها اللي بيبقى باصس على البحر أو وظهرها باصس على لاجون أو باصس على القنوات المائية اللي عامل زي الأنهار الكبيرة فحتى كنا نتكلم اشتريت قدام اشتريت ورا انت مبسوط طبعا ما هو هنا بقى إيه حضرتك إيه اسمه إيه ان انت بتعظم الاستفادة من الأرض بأقصى إمكانية عشان تجيب بيها قيمة بيعية ممتازة انت هنا لو ما كنتش عملت اللاجون أو ما كنتش عملت البحيرات الصناعية الموجودة في ظهر كل الأبراج اللي حضرتك شايفها دي والمية دي وسط لغاية الحية اللي تيني عندي كان هيبقى عندك مشكلة في الوجهات اللي هي مش على سي فيو كنت الوقتي عندك سي فيو وعندك لك فيو والاتنين تقريبا ألمست نفس التمييز وبتبيعهم بنفس القيمة فهنا اسمه تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فانت عاوز بس أأكد ان هنا كله ميدن إيجيبت يعني من أول التصميم من أول التصميم لغاية مراحل التنفيذ بالكامل كله بأيدي مصري كله بأيدي مصري وإحنا كمان عاوز أقول لحضرتك اتعلمنا حاجة مهمة جدا يمكن الظروف ساعدتنا لن نروح في اتجاه مختلف شوية حب تاني احنا عندنا المواد اللي احنا بنستخدمها في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة زي الأبراج دي بتبقى معظمها استراد من الخير كويس طبعا الظروف اللي حصلت لكورونا علشان تبقى مقاومة للرطوبة فإحنا قدرنا إن احنا نعمل نجيب مصانع وتوكيلات وصناعات مغزية للأبراج المرحلة التانية والتالتة وييجوا هنا في المنطقة الصناعية عندي يبدأوا يعملوا مصانع عندي أعرف منهم إنه هاو وفي نفس الوقت تشغل عمالة مصرية وفي نفس الوقت ما بقاش تحت ظروف الاقتصادية اللي موجودة في العالم قدرنا شوفنا الكورونا وشوفنا الحرب فإحنا معظم المواد دلوقتي إحنا داخلين مع الشركات الفرنسية وألمانية بنخلص معهم انتفاقات بحيث إن ينقلوا خطوط إنتاج هاته لأن احنا اكتشفنا حاجة غريبة جدا اكتشفنا إنه روماتيريال زي مثلا الألمنيوم بيطلع من مصر هنا من مصر نجا حمادي وروح يتصنع في فرنسا وبعد ما بتصنع في فرنسا بيطلع هنا في مصر طب انت عندك الروح يتصنع في فرنسا وتدفع قدشنا الكوست عشان تتصنع هنا ونعمل عليه بروسسنج هنا واستخدامه وبالعكس انت وعيد تصدير كمان فإحنا في الأبراج المرحلة اللي اللي حارك شفتها دي قدرنا نلقل خط إنتاج جزئي دلوقتي إحنا بنعمل خط إنتاج داخلين مع الشركة الفرنسية نفسها أو الشركات الألمانية إن احنا نقل خطوط إنتاج بالكامل هنا والمرحلة التالية والمرحلة التالية للمدينة اللي فيها توراة مش هتبقى محتاج بقى إن انت الأول تخش في هدك العملة الصعبة صح الأول تخش في هدك إن انت لازم توفر عملة صعبة أنا مش عايز الصداع ده عشان أنت الروماتيريال عندك في مصر هتاخد الروماتيريال من مصر وبأيدي مصرية بنوهاو أجنبي لفترة معينة لغاية ما تعرف النوهاو وبعدين ترجع تاني تحطها في مشروعاتك أنت حتى كده اللوجستيك بتاعك المرحلة التالية والتالتة المرحلة التالية فيها عشر أبراج والمرحلة التالتة اشتغلنا في أربعة وبرجة أيكوني فحضرتك بتتكلم إن احنا مش هما بس الخمستاشر بوجل اللي حالك شايفهم فإحنا على قد ما احنا تعلمنا في دول وشوفنا الظروف اقتصادية في شكل معين وإن المرحلة التالية والتالتة لازم اللوجستيك بتاع العالمين يبقى مختلف كسبت خبرة جديدة بقى خلاص آه طبعا